النهاردة كان يوم مصير جداً في ختام دور المجموعات من اليورو بدأ بتعادل مفيد بين سلوفاكيا ورومانيا علشان يفرح المنتخبين فرحة مشتركة بالتأهل لدور الستاشر في ختام اليوم كانت المفاجأة الكبرى بخسارة البرتغال من جورجيا في مباراة انفاعل فيها كريستيونالدو على حكم اللقاء بشكل مبالغ فيه ما بين مشاهد الفرحة والانفعال مستنينا مواجهات ممتعة في دور الستاشر والتقيل لسه جاي قدام موسيقى 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 يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة اليوم كان حلوة أو في اليورو زي كل يوم يعني بس العملية عمالة تسخ طبيعاً لما بتروح للجولة الأخيرة في دور المجموعات جولة حاسمة للسعود للدور القادم تلاقي المباريات مصيرة جداً نهاردة سلوفاكيا كما كان متوقعاً تعادلت مع رومانيا اللي تصدرت مجموعتها أندرك دودا سجل لسلوفاكيا في ديئة 24 وبعد كده رزقان ماريان سجل لرومانيا في ديئة 37 من ضربة جزاء أوكرانيا وبلجيكا تعادلها سلبياً دون أهداف المجموعة دي هجيب لكم ترتيبها بعد شوية هجيب لك ترتيب المجموعتين بس المجموعة دي ترتيبها كان مسير جداً يعني طيب النهاردة كمان المنتخب التركي فاز على المنتخب التشيكي 2-1 وحصد المركز الثاني في مجموعته هكان أجلو سجل للتركيا في ديئة 51 وتوماس سوتشيك تعادل للتشيك في ديئة 66 وفي جون تاني في ديئة 84 وليه مين اللي جابوا يا جماعة شينكو سون ده اللي سجل الهدف التاني للمنتخب التركي خدوا بالكونا داخل والمتشيكة لسه بتخلص يعني طيب كمان جورجيا النهاردة عملت كبرى مفاجآت اليورو وفازت بهدفين دون رد على المنتخب البرتغالي المتقلق نجم نابولي الإيطالي كفارس خليا سجل الهدف الأول في ديئة 2 ومكوتيزي سجل الهدف التاني في ديئة 57 هتولي بقى المجموعات يا جماعة عشان أقولك حجم الإصارة والمتعة في المجموعتين المجموعة اللي كان فيها مباريات النهاردة رومانيا بتتصدرها بإيه؟ الأول قبل ما أقولك رومانيا بتتصدر بص على النقاط كده أربع نقاط اللي أربع إيه؟ منتخبات يعني اللي تظلم بقى في الحكاية دي المنتخب الأوكراني ودع خلاص المركز الرابع التلاتة اللي في الأول دول هيسعدوا رومانيا بطبيعة الحلف في صدارة المجموعة بلجيكا في المركز التاني سرباكيا هتسعد ضمن أفضل سوالس التلاتة الأولينيين تلعوا وهي كانت مجموعة متكافأة جدا خاصة مع هبوط مستوى المنتخب البلجيكي بشكل واضح جدا تعال بقى على المجموعة التانية تصدرتها البرتغال رغم الخسارة اليوم أمام جورجيا بفارق الأهداف عن منتخب تركيا ست نقاط لكل المنتخبين وجورجيا بتصنع التاريخ كبرى مفاجآت اليورو وتصعد ضمن أفضل سوالس باربع نقاط بعد الفوز اليوم على البرتغال والشيك تودع بنقطة واحدة اليورو 2024 طيب بالنسبة للمتاهلين ليورو 2024 فمن المجموعة الأولى حتى هذه اللحظة بنكلام على دور الست عشر يعني ألمانيا وسويسرا في المجموعة التانية اللي ضمن السعود أسبانيا وإيطاليا خب بلاك أم بكلمكش هنا على لسه أفضل طوائد أفضل طوائد بقى هتيجي من عند المجموعة التالتة إنجلترا الدنمارك سولوفانيا هيسعدوا من هذه المجموعة المجموعة الرابعة النمسا وفرنسا وهولندا والمجموعة الخامسة رومانيا وبلجيجا وسلوباكيا ومن المجموعة السادسة هيسعد البرتغال وتركيا وجورجيا كده ودعت كمان كرواتيا بشكل رسمي هذه البطولة كان فيه أمال ولو ضعيفة ولكن كرواتيا ودعت مع لوكا مودريتش اللاعب العظيم دي حكاية اليور ترجمة نانسي قنقر